عمرك حسيتني كلا تبذكي او ممكن تشوف اللي حولك تقول يا الله كأني كأني ما عندي نفس القدرات العقلية اللي هم عندهم لكن تخيل لو اقولك انه ممكن لا بالعكس عندك قدرات عقلية لكن ما عرفت كيف تستغلهن بشكل صحيح هذه فكرة كتاب Get Smart للمؤلف براين شريسي معكم محمد القفاري والدكتور فلانة بن علان اليوم وبصفعتين اللي مو بس نناخذ كتب ولكنها عيش كتاب في عشرين دقيقة يلا يا جماعة الخير خنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ براين شريسي بكلمة وهي انه كل الناس يعيشون في نفس العالم وفي نفس الحياة لكن كل واحد يعيش ظروف مختلفة مثلا شخص قد ينولد في مثلا عائلة اثرية شخص قد ينولد في بلد معين ولكن العالم عالم واحد وحيانا قد تلقى اخوان عاشوا نفس الظروف في نفس العائلة في نفس البيئة ولكن شخص فوق وشخص تحت يقول براين السبب الاكبر هو بسبب نظرتهم للحياة في مثال جدا جميل لهذه الفكرة قد قرأت اغلى رجل في بابل وهو يكون رجل مرة مسك مثل الحجرة بس حجرة سخيفة جدا طلع مثل قزازة ملولة فكان عنده حجرة وردية وحجرة خضرة بس من سخف الحجر طلع كأنه قزازة فيمسك الحجرة الخضرة وينظر للعالم في مثل فلتر اخضر ويمسك الحجرة الوردي وينظر للعالم في فلتر وردي تكونش الجديد محمد انا قويك شديد هو ينظر نفس العالم لكن بمنظورته مختلفة يقصد هنا المؤلف وكذلك وشيقصد براين انه قد نعيش نفس الظروف في نفس المكان ولكن بسبب نظرتنا لحياة وقدراتنا قد يختلف النتائج واكثر واهم وافضل شي تسوي بعد التوكل على الله سبحانه تعالى اللي تقدر تطبقها لتغير حياتك هي نفس الحاجة اللي قاداء الدول يستعملونه ورؤساء الشركات وكل ناجح في الحياة والتاريخ استعمل نفس هذه الفكرة وهذه فكرة جدا مهمة وهي التخطيط او ممكن تقول الاهداف وجود الاهداف تدرون انه ما يقارب الا 10 بالمئة من المجتمع عندهم اهداف ولا بعد بزيدكم شي ثاني 3 بالمئة منهم عندهم اهداف مكتوبة عنديك سؤال هل عندك اهداف تقول اي والله اني ودي بيذك كبارت ودي اصير مهندس وودي صراحة ان اتخرج من الجامعة لكن لا الهدف اللي يكتب هذا يعتبر حلم ما هي هدافك المكتوبة تقولش تفرق انت مكتوب ولا غير مكتوبة تفرق وقولك لاش تفرق الانسان يتغير افكارك يتغير احيانا انت تنام وتقوم اليوم اللي بعده وتغيرت رايكة موضوع كامل الحياة تمشي وكل واحد عنده ظروف يمكن شخص عنده مشكلة مع عائلته بكرة ممكن شخص عنده مشكلة في الجامعة ممكن شخص عنده مشكلة في الدوام كل يوم اشياء واحداث وافكار وبالذات مع وسائل التواصل احداث عقلك مليان اذكارك تتغير وهذا شي يزين انه عفكرك يتغير لكن اهدافك يجب انه تصنع وتكتب حتى عشان تتغير معه ولكن اذا خليت عقلك فالسي ما في عقلك مثلا حنقول انا بداية سنة 2022 ودي كون مهندس مثلا ممكن بداية 23 ودي ادخل طب لكن اني ما عندي هدف واضح ممكن انسى اني اصلا كان عندي هدف ما قاعد اتابعها الهدف مجرد افكار في السماء الهدف اذا كتبت اسعى لك تطبيقه ودليل على ذلك شوف الدول شوف الشركات شوف الاشخاص الناجحة شي واحد كل هذه الاشخاص والافراد والافكار هي الهدف المكتوب الخطة طبعا اذا Yug نتكلم عن التخطيط في نوعين رئيسية فالتخطيط قصيرة المدى والتخطيط طويلة المدى التخطيط القصيرة المدى elasticity قائمة العاطفة علي تبي تسوي الفلة المتعة اليوم بطلع الاستراح مع الشباب و Premier ففلة الييصير يصير بكر przestاني نرى szy Hof fo' هذا التخطيط قصيرة المدى وفي التخطيط الطويلة المدى وهذا العادة القائمة عن التخطيط والمنطق عادة معظم الناس السعيدين في الحياة معظم الناس الناجحين في الحياة معظم الأثرياء بالعالم دائماً تلقاهم في مكان التخطيط طويلة المادة ونتعمق بهذا الفكرة بشكل أكبر في كتاب The Cap and the Gain ولكن لاحظة شوي أنا ما وديك تفهم خطأ مو يعني إذا أنت صرت تفكر طويلة المادة أنك ما تستمتع لا ما تفضل التخطيط للمستقبل أكثر من المنتع اليومية عادي الإنسان يجب أن يستمتع مو أفضل أنك تستمتع لا الإنسان يجب أن يستمتع صحتك العقلية صحتك النفسية مستحيل تمشي إذا أنت ما قاعدت تستمتع في الحياة ما عندك أشياء ترفية في حياتك لكن هي مسألة النسبة والتوازن في 1970 بروفيسور في جامعة هارفورد أدوود بانفيلد سوا بحث وجمع أشخاص من جميع الظروف الاجتماعية والاقتصادية ولقى أن الناس اللي أعلى تراءهم ومالهم ودخذهم دائماً كان يفضلون التخطيط البعيد في المدى طبعاً هذا لا يعني أن المال هي غاية الحياة ولكن هي الشيء بعض الناس يعتبره نجاح وهذا الكلام يفضلق على جميعاً وعن نجاح يعني حتى تقدر تخطط الأعمال الصالحة اللي تقدر تسويها حتى عشان يرفع نسبة لك من تفضل الجنة إن شاء الله إنك تخطط كم مال ودك تعطي للزكاة؟ كم مال ودك تتبرع فيه شهرية من دخلك؟ كم سنة ودك تصليها في اليوم؟ فكل شيء يدسل في التخطيط سؤن كان مادي، سؤن كان ديني، سؤن كان دراسي في كل الانحاء في حياتك هداف مكتوبة؟ هكتبوا تعادت ماذا هو هدافكم؟ أنا أتذكر جت النصيحة من شخص أحترم وأحترام عظيم هذا شخص معروف وألف كتب كثيرة في مجالات كثيرة فيما يخص القيادة والإنجاز وأعطان نصيحة هذا الرجل فقالي يا محمد ركز معي أبيك تفكر من هو محمد المستقبل؟ ما هي الصفات التي تريد أن تكون بعدين؟ هل يريدك تكون شخص متحدث مثلاً شخص وآثق في نفسك شخص محب للصلاة شخص يحبون الناس اكتب كل الصفات اللي تبي تصيرها اكتب خذ أما جوال أو ورق وأبدأ اكتب وش الصفات الجيدة؟ وبيك تتصور صورة واضحة ذهنية لهذا المحمد المستقبل بعد خمس سنين والآن كل ما بديت تسوي شيء في حياتك اسأل نفسك قبل ما تفعله محمد المستقبل محمد الفين وثمان وعشرين وش بيسوي لو كان بمكانه؟ بهذا الشكل تبدأ تشكل عقلك وفكرك على حسب المبادئ والقيم اللي يودك تريد أن تكون في المستقبل ولا تنسى أنه فقط كتابة هدف أو تخطيط ما يكفي بحد ذاته لازم كذلك يجي التطبيق وهذه مشكلة كثيرة وأنا منهم قد ننتم مشكل فيه نكتب أهداف جميلة وكذا لكن يجي التطبيق مشكلة ولكن في سؤال قد يجي بعضكم طيب كيف نكتب هدف جاي؟ أفضل طريقة لكتابة الأهداف هي طريقة يسمى الأهداف الذكية أو Smart Goals طبعا Smart مكونة من خمس أحرف وهي S.M.A.R.T Specific, measurable, achievable, realistic and time-based وفي اللغة العربية هي أن الهدف يجب أن يكون دقيق وقادر للقياس وفيها طموح ولكنها واقي وكذلك مربوط في الوقت نظر بيثار هل نتكلم عن مثلا هدف بما يخص المال حلو؟ أنا ودي أكون ثري هدف أوكا كيف بكون ثري؟ متة؟ شلون؟ كيف قيص إنه نجحت؟ الله أعلم هذا ليس هدف ثكي لو بنقلب هذا الهدف هدف ثكي أول شي لازم نكون دقيق ماذا يعني ثري؟ وش يعني إنه يكون غني؟ حط لك رقم واضح يعني مثلا هنقول إن عشان أكون ثري لازم عندي داخل معين وحين نبدأ بالحرف الثاني وهو قابل للقياس هل أقدر قيص هذا الهدف؟ وش أنا أقصد بالقياس؟ يعني لو مثلا راحت سنة هل أنا حققت الهدف؟ وكيف أعرف؟ فمثلا نحن نقول هدفي أني أكون ثري أني مثلا بعد خمسة سنين ودي داخلي شهري يكون عشرة لفريال أوكا موشين لكن نروح لحن الحرف الثالث لازم الهدف يكون فيها طموح مو بس عشرة لفريال بالعكس عشان أكون ثري أنه وأبي يكون داخلي شهري 200 الفريال وثم نروح للحرف الرابع لازم نكون واقعي هل خلال خمسة سنين أقدر أكون داخلي شهري 200 الفريال؟ لكن هنقول أنه هذا هدف ممكن غير واقعي فننزل مو 200 الف ولا 10 الف هنقول خلال خمسة سنين ودي أوصل داخلي شهري 50 الف وآخر هدف هي أن تكون مربوط في الوقت لازم يجي وقت لازم يكون محققنا الهدف ممكن نقدر نقول خلال حنا طبعا قبل شوي الوقت ممكن لي سبكته شوي لكن خلال خمسة سنين يكون داخلي الشهري 50 الف ريال أصبح الآن هدف ذكي لكن ما يكفي بحد ذاتي يقول براين تريسي أول شيء إذا عندك الهدف الذكي الحين لازم تكتبها الهدف اللي يكتب ليس بهدف بل إنها حلم يطيف السماء ثانيا نفكر على أشياء اللي صدق حقيقة تريد تنجز أشياء اللي صدق وديك تسوي واكتبها بالحاضر وإذا ما قدرت بالحاضر أقول شيء في الماضي يعني أنا دخلي 50 الف أنا ألفت كتاب طبعا حدها في ذكي بهذا السيغة ودائما حاولك تكتبها بالسيغة إيجابية وليس بسيغة سلبية يعني مثلا لا تقول أنا أقطع أكل غير صحي لا اكتب أنا شخص أكل الأكل الصحي أو محب الأكل الصحي يعني اكتبتيه بالحاضر والشيء إيجابي ليش؟ لأنه هذا بيبدأ يدخل عقلك الباطن والعقل الباطن أقوى من عقلك الوعي بـ 50 ألف مرة عندما تكتبين رسالة في الحاضر بشكل إيجابي كأنك تبرمجينها في عقلك الباطن والميزة أنك تكتبها ومثلا تلصقها في جدارك أو في مكان دائما تشوفها كل مرة تشوفها ترسل لعقلك الباطن أنه إن شاء الله قدر ما أستطيع أني بحقق هات الهدف وأنك تتذكرها وأنك تستمر إلى إنجازها رابعاً جيب لك ورقة اخترى حد الهداف اللي مرة 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 وديك تركز عليه واكتب عشرين نعم عشرين شيء لازم نسويه حتى تحقق الهدف مثلاً حنقول الهدف أني أنا كتبت كتاب وخلصتها في مثلاً أغسطس 2023 طيب وش الأشياء لازم نسويه حتى نكتب كتاب؟ اكتب عشرين شيء مو 19 مو 18 مو عشرة عشرين على الأقل إذا زلت تفضل لكن أنقش عشرين تكون طيب ما أقدر أفكر الفكرة أنك تجيب عشرين نكت تأصر مخك فمثلاً أحتاج أدور ناس يحررون الكتاب لازم مثلاً أسوي بحث في الموضوع المعيد لازم مثلاً كيف بكتب الكتاب هذا لازم حتى تجوي إن كل يوم مثلاً أكتب الساعة أربعة فاكتب عشرين نكتة وثم نبدأ على النكتة الأولى بأسرع وقت وابدأ إنجاز لو تسوي شيء واحد كل يوم أو كل يوم بتلقي إنك إنجازت الهدف بشكل سريع جداً فدائماً كسر أهداف الكبيرة لنقط صغيرة وتغيرها إذا أحتجت لن دائماً الإنسان يتغير وأهدافه يجب أن يتغير معه طيب ننتقل من الأهداف وش الشيء الثاني اللي ممكن نقدر نخرج قدراتنا العقلية فيه اللي نقدر نسوي أن نقوي قدراتنا باتخاذ القرار أفكار الإنسان يضرب مثال براين تريسي مثال عجيب مثلاً السفن أب والبيبسي والكولا وأي مشروب غازي زي الموين غازية فكيتا يبدوش يصير يخرج الغاز بل ما يبدأ يطلع مثل بللونات ما أدري كيف يصفها صح يعني بابوز يبدأ يخرج كل ما يخرج واحد يخرج بعد ثاني وثم ثالث ثم الرابع وهذه فكرة المشروب الغازي أكرر الإنسان حياناً بنفس الطريقة بدات في الأحداث العاطفية وحياناً إذا تحمسنا بفكرة نسمح لعاقلنا أن يخرج الأفكار بهذا الشكل واحده وراء ثاني وراء ثالث بلا فكر بلا منطق بلا بدون أي شيء فكر عاطفي بحت ويقول العالم الذي فاز جائزة النوبال دانيل كونمن أنه في نوعين من التفكير فيه التفكير العاطفي وفيه التفكير المنطقي التفكير العاطفي اللي توشرحنا أنه فكرة ولا فكرة ولا فكرة وقد يؤدي إلى الغضب أو الحماس الزايد ممكن تشوف إذا الناس تهاوشوا أو ممكن تشوفوا إذا جاءت من الإمباراكور والناس يبدأ يتعاملون بلا تفكير يعني بدون تفكير كلها عاطفة والتفكير المنطقي هذا التفكير استراتيجي البطيء ودائما عندما تجي تخطط بالذات التخطيطة طويلة المدى يجب أنك تفكر بالمنطق واخدت وقت زيادة للتفكير كلما بتدخل في هذه حالة التفكير المنطقي ولكن انتبه لا يجيك العلثة أو قرد التعلّث اللي يجي بدنك يقول لا خذ وقت زيادة خذ وقت زيادة لمن يصير تسويف يحط لك وقت زمن معين أنك تفكر فيه يعني مثلا تي كلمة جدا حلوة أنا سمعتها قبل وأعتقد يشير عليه في الكتاب كذلك أنه أي قرار بيأثر بحياتك بعد أسبوع خذ لها 24 ساعة حتى عشان تفكر وتقرر فيه هنا الكتاب يقول حتى إلى 72 ساعة يعني إلى ثلاثة أيام يعني مثلا أنا فكر باب تعث لا يكون بسم الله جزء باب تعث لا خذ لك يوم يومين ثلاثة وفكر واستشير واستخير اكتب وش الأيجابيات والسلبية وفكر بالمنطق لكن المهم أنك تحدد وش المدة الزمنية حتى عشان ما يجيك التسويل كذلك إذا وديك تدخل في هذه الفكر المنطقي تقدر تشير إلى كتاب التركيز الفائق ونتكلم في هذا الكتاب في فكر وحركة معينة يسمى الاسترخاء الفائق لتعمق فيه هناك وكذلك قد يساعدك في هذا الأمر العمل بكفاء لتحقيق النجاح شي الثالث قد تشوف الناس اللي حولك يسوون ويقدمونهم في حياتهم ونقدم ما تعلمها هي طريقة الإنجاز الجيدة تكلمنا عن الإنجاز بشكل جيد بعدد حلقات أفضلهم وأزينهم كتاب التركيز الفائق ولكن في قانون براين تريس يسميه قانونة ثلث وهي أنه أحيانا قد نشتغل أعمال كثيرة في اليوم ولكن في الواقع الشياء اللي صدق تقدم فائدة هي ثلاثة أشياء مقارنة عشر أعمال مثلا كذلك في فكرة مشابهة وهي قانون باروتو أو قانون الثمانين وعشرين وهي أنه ثمانين بالمئة من نتائج تأتي من عشرين بالمئة من الأعمال طيب كيف تعرف وش ثلاثة أشياء لو تسويها في يومك بتنجز أكثر أول شي لازم تجيب لك قائمة ورقة أو جوالك واكتب كل الأشياء اللي لازم تسويه اليوم صغيرة أو كبيرة واللهي لازم أروح للسوبر ماركت لازم أجيب غارض للوالدة لازم أروح للدوامة اليوم لازم أروح مثلا للجامعة والله لازم أكتب صحتين من الكتاب اللي أنا جايس أألفها ممكن لازم أعدل من النوقع الإلكتروني ممكن لازم أنزل مقطع في الوسائل التواصل سوء مكان وشو عملك كل الأشياء اللي لازم تسويه في يومك وثم ناختر ثلاث أشياء لو تحققها وتسويها اليوم اللي بتأدي لأكثر نجاحات في يومك ومو بس نجاح شخصي لكن النجاح في كل أومر حياتك يعني أنا قلتوني لازم أجيب غرض للوالدة غيرنا هذي بر الوالديك ولازم أنك تروح تجيبها ولكن هذي بتفيدك كذلك في علاقاتك وعاهم شي علاقتك مع والدتك فمو بس النجاح هي كل ما يقدم نفسك انتبهوا من الفكر الفرد الاجتماعي لأحيانا قد نسمع كثير من الغرب أنك أنت الفرد أهم من كل شيء والكلام بلا شك أنت مهم وكذلك علاقتك مع ربك علاقتك مع أهلك كل هذه أمور كذلك تاخذ أهمية لأن الإنسان الإنسان لا يقيم فقط بإنجازاته الإنسان يقيم بعدة أشياء وأهمها هي علاقته مع الله علاقته مع الصلاة علاقته مع أهله وشياء كثيرة يعني حتى يزود علاقته مع الدراسة علاقته مع صحته علاقته المادية فاجلس وشوف وشه ثلاثة الشياء الأكثر إنجازة اللي لازم أن يحقق اليوم وقتانك تقدر تحقق اشياء ثانية لكن لو تحقق هذا ثلاثة أشياء هي اللي بتكون أكثر إنجازة فإذا كتبت القائمة رح وفكر هالي لو إنجازها هالي بتفيدين أم لا ثم نأسأل نفسك لو أبحقق شيئين من هذه القائمة الأكثر إنجازة اللي بتعظيم أكثر فائدة ما هي وثم نأسأل نفسك لو بحقق فقط شي واحد من هذه القائمة اللي بتقدم أكثر نتائج ما هي الفائدة من هذا أنك وشه تبدأ تقيم وتصف الأولويات لمهامك يعني تو بالقائمة أنا ذكرت قبل شوي ممكن أهم شيء مثلا نروح أدي طلبي والده أن يروح للدوام وإني مثلا أحضر الجامعة هذي أهم ثلاثة أشياء هذا لا يعني إنه لو أكتب صفحتين من الكتاب اللي أنا قاعد ألفه على سبيل المثال المهم لكن فيها أولويات وإذا رتبت أولوياتك بتشوف نتائج أفضل لكن لو مثلا أسحب الكشي وابدأ أول شي تأليف صفحتين من الكتاب اللي أنا جاء سأل فيه وأنسى غرض والدتي مثلا أو تأخر للحصة كذا أنت حست ولوياتك أنه في أشياء أهم من أشياء ثانية التعلم والتكيف لمواكبة التطور العالم اللي نعيشه اليوم يتطور ويتغير بشكل جذري يعني ينام ونقوم والعالم تغير مئة ثمانين درجة تبنى وتسقط طول جديدة يخرج أخبار جديدة في التقنية يعني بالذكاء الاصطناعي مثلا أنا تابع ذكاء الاصطناعي بشدة حرفيا كل يوم يخرج عشر أخبار عظيمة تغير العالم يعني مستحيل تتابع الأخبار بس في فجأة ذكاء الاصطناعي غير أنه العالم والتقنية وسائل التواصل وأخبار شي كثيرة فشي مهم أنك دائما تكون متابع للأفكار الجديدة المفيدة اللي بتجعلك تنجز وتعيش حياة أفضل اهتم دائما بالمهارات الجديدة يعني أنا توضلت مثال بذكاء الاصطناعي حنا دائما نسمع أنه المهارات والمهارات الناعمة جدا مهمة وتعمقنا في هذا الموضوع في كتاب أسبوع اللي ماضي وهي فن التعلم الذاتي ولكن مثلا فيه مهارة جدا مهمة الناس بيتطلبون في المستقبل وقولوا محمد القفاري ما قالها وهي مهندس الأوامر وتحديدا مهندس أوامر ذكاء الاصطناعي هذا مهارة جديدة قليلة يعرفون عنها لكن حسب اهتمامي وخبرتي في مجال الذكاء الاصطناعي وتعمق فيه كثيرين بدي يتكلمون عن هذا الأمر وهي قدرتك على المحادثة مع الذكاء الاصطناعي وإخراج الفائد منها الذكاء الاصطناعي زي الإنسان أنت قد ما تقدر تأمر منه بيعطيك نتيجة يعني لو طفل يكلم الذكاء الاصطناعي بيرد له مثل الطفل والعاقل اللي يتكلم مع الذكاء الاصطناعي بيرد له كمعاقل والدكتور والمفلسف والمهندس كل الأفكار اللي تنطبق بنفس الشكل فإنك تتعلم مثلا مهارة أو هندسة الأوامر هذه مهارة جدا مفيدة وما تقدر تتعلم إلا مع متابعة الجديد دائما تجعل نفسك بارز في مجالك يعني أنت مجال أو قطع معين دائما حول تطور نفسك فيه أنت مجال مثلا القانون كل الناس المحامين لكن أنك تطور نفسك أنك تقرأ في كتب الناس ما يقرون أنك تحدد نفسك بأمر الناس ما يحطون فيهم وأنك تخصص وتطور نفسك هذا بميزك على بقية الناس ولو ودك تتعمق وتقرأ أكثر في هذا الموضوع سويت حلقة كاملة يتكلم عن هذا في كتاب فكر مرة أخرى يتكلم أنك لازم تشك في أفكارك حتى أنك تطورها طبعا أفكارك العلمية وليس أفكارك العقدية وأنك ذلك لازم أنك تكون تقدر ما تستطيعي اجتماعي حتى لو ما كنت اجتماعي أنك تحاول تحتك في ناس في مجالك تتعلم منهم وبهذا الشكل تطور فكرك فأنصحكم اروح وشوفوا كتاب فكر مرة أخرى الابتكار والتفكير الإبداعي الابتكار والإبداع شيء أساسي في الحياة حتى مو بس من ناحية إنجاز أو من ناحية ذكاء من ناحية سعادة في الحياة أنك تبتك أنك تبدع أنك تصدق أنك تناظر الحياة بمنظورة مختلفة جديدة قد ما أحد سبق نظرة بهذا الشكل هذا شيء غير يوسق أفاقك وقدراتك ولكن شيء جميل لكن التفكير الإبداعي تحتاج أنك تمشي بمخاطرة يجب أنك تطيح يجب أنك تسوي إخطاء مستحيل أحد يبتكر أو يبدع بدون ما يخطي لأنه من هذه الإخطاء سوف تخرج الأفكار الجميلة واللطيفة أنا حاولت أني أخرج برنامج مثل صفحتين اللي أنت تتابعونه من أربع سنين أول ما بدأت في مجال تلخيص الكتب كان في 2019 كنت ألخيص الكتب في سناب شات كنت أجز في سناب وقل السلام عليكم وهذا كتاب فلاني ومدري إيش ممكن يقدر شغلكم مقطع إذا لقيت اللي تابع اليوتيوب يعني ممكن يقدر يشوفه لكن ما كانت شيئنا ولا حصلت نتائج وحاولت مرة أخرى في 2020 وحاولت مرة أخرى في 2021 استخدمت تيك توك ونيلخص كتب ولكن مرة ثانية ما نجحت ما نرجحت إلا لمين حاولت وحاولت وأخطأت واستمريت وحاولت وأخطأت وابتكرت أني جيت لليوتيوب ويجبت الدكتور فلان معلن بهذه الطريقة بهذه التلخيصة مع هذه الفريق مع كل الأمور حلوة ودائما طبعا أحمد ربي وأحمد جميع الفريق اللي يساعدونا في صفحتين من معدة الحلقة ألاء إلى المنتيرة المبدي عريم إلى مدير القناة الإبداعي الأستاذ أحمد وكثير من الفريق المتبقين اللي بدونه ما أقدر أن يأنتج هذه الحلقات بهذا الجودة بهذا الاستمرارية لكن نرجع للفكر الإبداعي لا تخاف أنك تخطي يعني في دائما طريقة جميلة يودك فكار كثيرة أنك تجلس أما الحالك أو مع فريق تبدأ تجدع أفكار شيئين زينة وأكتب أكتب 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 خرج عقلك خرج كل الأفكار من عقلك ثم ممكن تحصل فكرة جيدة منها لكن أنت منك ما تتخوف أهلي يصلح أن يقول الفكر ولا لا لأن في هذا الحالة قد يقل عدة الأفكار اللي ممكن تقدمها وكذلك إذا عندك مشاكل اكسر المشاكل إلى قطعة صغيرة وحاول تحل كل قطعة 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 لمن تحلن المشكلة بيكمالها إذا أنتم تبعون كتاب يتكلم عن الفكر الإبداعي والابتكار معلموني تحت في التعليقات تجنب التفكير المكانيكي وهذه آخر فكرة بنلتقي ونتحدث فيه في حلقتنا اليوم لأن التفكير المكانيكي يحدك يوقفك يحجر ويخنق الإبداع والابتكار ولا يسمح لك التعلم بسهولة وسلاحسة يجب أنك تفضل وتحاول أنك تفكر بشكل إبداعي بشكل ابتكاري ثقف نفسك تعلم نقرأ كتب شاهد مرقصات الكتب وأفضل طريقة أنك تخرج من المكاني أنت مرتاح فيه التفكير المكانيكي أنك تسأل نفسك سؤال لو أتت لي الفرصة أني أرجع في الزمن وأعيد شي قد سويتها كيف أسويها؟ وهل أبرجع؟ يعني مثلاً هل نقول أنا أرجع قبل سنة لمثلاً كتاب معين أنا ألفتها لو أرجع قبل سنة كيف لو بعيد تأليفها؟ وش الشيء ما عجبتني ليعتني غيرته؟ وهل صق أبرجع أم لا؟ طبعاً في هذا العالم الافتراضي بهذا الشكل تساعد نفسك أنك تكسر هذا التفكير المكانيكي اللي واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين زائد اثنين أربعة وتبدأ تدخل في عالم الإبداع والابتكار أمشينك لا تتندم عن الماضي إلي راح راح أمشينك تجعل المستقبل أفضل مما سبق وأعيد وأكرر لازم أنك تخطي لازم أنه الأشياء اللي بتسويها شف أنا دائماً أشتغل معه في مشاريع بما يخص الإبداع زي المقاطع زي القنوات وكل المور هذه أنا أعطي سبحان الله أنا كنت أكلم أحد المنتهلين عندنا يعني رجل صاحة مبدع الأخ الحبيب العزيز علينا عبد الرحمن إذا كنت أكلم عبد الرحمن وقلت له تسعين بالمئة من الأفكار اللي بتقدم لي ترى شينة غير مقبولة ولا تستساغ والناس بيضحكون عليه لكن العشرة بالمئة من الأفكار اللي بتقدم لي الحين ترى بتكون إبداعية ورهيبة ومستحيل تخرج مثلها أحد ولا بعد ألف سنة أنا بوضح له أنه كثير من الأفكار اللي أنت بتجيبها ما عجبني لكن إذا حاولت واشتغلت وعصرت عقلك تبتلقى أفكار إبداعية جميلة داخل الأفكار اللي بتقدم لي إياها وهذا شي طبيعي وهذا شي لازم تقبلها وداعماً دائماً آخر شيء لا تركز على المشاكل أكثر من أنك تركز على حلول المشاكل عندك مشكلة خلاص طيب كل الناس عندهم مشاكل لا تجي تولون عندي مشكل ما ديش اسمح لنفسك يوم صح وحزون وإلي تابيه واشتكي لكن بعد 24 ساعة بعد يوم خلاص ووقف اقطع ابدأ من كيف أحل هذا المشكلة وركز شقط في الحلول على المشكلة كلنا عندهم مشاكل لكن مو الكل عندهم حلول لمشاكل الناس وحتى لمشاكلك ولكن هذي كتاب Get Smart للمؤلف براين تريسي أنا كنت محمد القفاري وهذا الدكتور فلان بن علان اليوم بصفحتين اللي مو بس النخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقة لا تنسون تعالقون تحت وعطونا فكاركم حنا نحب نقرأ تعليقاتكم ولا تنسوا تشاركونا في سيرفر ديسكورد جديد فتحناه نعم يا جماعة الخير اللي يتابعونا في البودكاست أو في القناة اليوتيوب تقدر تعاصلونا الرابط في وصف الحلقة فالله يحييكم يا جماعة الخير خلس معرائكم حلقوا سلموا علينا ونجبكم في الحلقة القادمة لكن لا تنسون الشيك لهذا الحلقة هذا الشيك لحلقة اليوم الرسالة هي الأهداف 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 يا الله هذا الشيك ولا تنسوا تصرفونا في بنككم العقلي يلا يا جماعة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر